موسيقى رئيس العليمي يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة موسيقى وزير الدفاع يترأس اجتماعا لمناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية موسيقى الوالي ولملس يناقشان سير معالجات القضايا المتعلقة بالمعاشات والعلوات وطلبات التوظيف موسيقى اهلا بكم استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جرونبرغ إلى إحطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي وفرص البناء على حراك دبلوماسي يفضي إلى سلام مستدام وجدد رئيس المجلس التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان بهذا في مصادرات الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي وإحلال جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفي المقدم الكشف عن مصير المناظر محمد قحطان والإفراج الفوري عنه بعيدا عن أي نقاشات التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بحضور نائب رئيس المجلس محسن بصرة ورؤساء الكتلة البرلمانية المبعوث الأممي السيد هانس جرونبرغ المبعوث استعرض الجهود التي بذلها خلال زيارته للدول المعنية بالمنطقة والإقليم بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأكد البركاني أن خيار السلام هو الخيار الأمثل لكن الشركة المؤمن بالسلام غير موجود مطلقا والحوثيون غير جادين وينتقلون أو يتنقلون من موقف إلى آخر ويلهون العالم بالشعارات طالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم بإضاحة الصورة للعالم أجمع أولا واتخاذ القرارات التي توقف صلف الحوثي وعبده ثانيا بحث وزير الخارجية وشؤون البغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرودنبرغ آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام واستمع بن مبارك إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص حول نتائج زيارته الأخيرة إلى عدد من الدول المهتمة بالملف اليمني وفرص وتحديات تحقيق السلام وحرص المجلس الرئاسي والحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني من خلال دعم مسار المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لتقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحضور وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري ونقش الاجتماع أوضاع المنافذ البرية والبحرية ووقف على الاختلالات الحاصلة في بعض هذه المنافذ ووضع المقترحات والتوصيات لإصلاح هذه الاختلالات وشدد وزير الدفاع على مضاعفة الجهود في المنافذ البرية والبحرية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة للحد من عمليات التهريب وإصلاح الاختلالات الحاصلة كما خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل المنافذ وتحسين مستوى الأداء الإداري والخدمي والإرادي لتقديمه للإقرار من قبل مجلس الوزراء ناقش وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الناصر الوالي مع وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس سير معالجات جملة من القضايا المتعلقة بالتسويات والعلوات وطلبات التوظيف وتطرق الوالي ولملس إلى سير العمل الجاري بشأن قضايا المعاشات والتسويات والحد الأدنى للأجور والقضايا المتعلقة بالتوظيف والخطوات والأليات التي جار العمل عليها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها كما اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على العمل المؤسسي وفقا لقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الخدمة المدنية وضرورة التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة لضمان نجاح العمل دشنا وكيل محافظة شبوى الدكتور عبد القوي لمروق بمستشفى التقل الأممة والطفولة عملية توزيع مكونات الربع الثاني من مشروع دعم الصحات الإنجابية وخدمات الطوارئ التولدية والمقدمة من المؤسسة الطبية الميدانية التدشين اجتمل على حزمة من المساعدات المتنوعة من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وأدوات النظافة وأشهد الدكتور عبد القوي لمروق بانتظام المؤسسة في تقديم حزمة مساعداتها الطبية للمستشفى منوها بدورها في تحسين خدمات صحة الأسرة مثنيا على تدخلاتها المبكرة في القطاع الصحي بالمحافظة خاصة في مستشفى عتق مشاهدين ختم النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء الرئيس العليمي يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة وزير الدفاع يترأس اجتماعا لمناقشة أوضاع المنافذ البرية والبحرية الوالي ولملس يناقشان سير معالجات القضايا المتعلقة بالمعاشات والعلوات وطلبات التوظيف لمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيرة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزين حضر موت هذا منشر أطيب المناء ودمتفها اشتركوا في القناة